بعدين رقم ثلاثة السلام والصورة التي تأتي على ذهني عندما أفكر بالسلام هي صورة هذه العصفور التي غاطت على غصن شجرة وتحت منه في وحوش وحيوانات بدون يفترسوا هذا الطير لكن هو على هذه الغصن يزقزق وبعد شوية بتضرف عاصفة قوية هذه الشجرة وتبدأ تهز وبدأ تنحن وبدأ توقع على الأرض ينكسر هذه الغصن وبدأ يقع على الأرض وهذا العصفور بسلام لماذا؟ لأنه عنده جانحين يستطيع أن يحلق في الأعاني وإنت يلي عندك الروح القدس أتعيش بسلام في وسط الظروف الصعبة نعم الزورق في المياه وعاصفة لكن يسوع ينام في السفينة ما أعظم يسوع لما يكون حاضر بحياتي في وسط الألم والوجع يعطيني سلام حقيقي من هو رئيس السلام في الكتاب المقدس؟ قلوا معي يسوع من هو رب السلام؟ يسوع أنا مقصود بالسلام غياب الحرب فقط أكثر من هكي بل أيضا السلام من خلال العلاقات المتينة والقوية علاقات متينة وقوية فأنت بسلام مع الله عندما تتصالح معه تكون بسلام متينة صحيحة قال رسول بولوس بحسب طاقتكم سالموا جميع الناس شو يعني بحسب طاقتكم؟ يعني اجتهد اجتهد يمكن الآخر ما بده بس أنت شو بتعمل؟ بتجتهد كم من مرة نحنا من بشر تحتى نكون بسلام مع الآخر؟ والآخر لا يريد الأسوأ إذا الآخر مؤمن وهو عم يتجنب السلام هيده خطيه طوبة لصانعي السلام لأنهم أولاد الله يدعون المجتهدين بأفاسس أربعة لأن تحفظوا وحدانية الروح برباط السلام ما أجمل السلام؟ شو رأيك هيدا الأسبوع تفكر بحدا نحنا عم نحتفل بولادة رب يسوع المسيح يلي صلحنا مع الآب وعطانا السلام الحقيقي فكر بحدا أنت وياه ما فيه سلام خطر عبيلك اسم حدا في حدا ما فيه سلام بينك وبينك شو رأيك تبادر هيدا الأسبوع وتقول أنا بدي أخذ المبادرة للسلام بيخطر على بيلك شي إذا أنت بدرت رح يفكرك ضعيف إذا أنت بدرت رح يقول قام مدري شو بده مني إذا أنت بدرت رح يقول عنك هيك وهيك إذا أنت بدرت يمكن يتكبر زيادة مش مهم الآخر كيف بيتصر مهم أنا شو الرب بده مني وأنا كيف لازم بيدر بالسلام والمحبة تجاه الآخرين بغض النظر كيف الآخر سيتصرف أنا هالأسبوع بدي بيدر بالسلام موسيقى